موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج كوشك الصحافة نستعرض وإياكم أبرز ما تقوله الصحافة اليمنية والعربية نبدأ الجولة من الصحافة اليمنية من موقع اليوزيمن حيث نقل الموقع عن المتحدث باسم التحالف العميد أحمد عسيري يقول التحالف لا يفرق بين قوات صالح والقاعدة والحثيين في الشان الإنساني دعوة أممية لتقديم مساعدات إنسانية للشعب اليمني نقل الموقع أيضا عن الرئيس هادي الحثي وصالح مارسا حربا تهجير وتدمير وغزو الشعب اليمني يدافع عن نفسه ولم يذهب إلى الحرب من العنوين التي جاءت تفاصيل خبر اعتراض صاروخ باليستي في مأرب يقول الموقع في تفاصيله اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية صاروخا باليستيا هو الثاني أطلقته جماعة الحوثي خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية ذكر الموقع عن مصدر عسكري أن المنظومة الدفاعية للتحالف العربي اعترضت صاروخا باليستيا مساء أمس الثلاثاء بعد ساعات من اعتراض صاروخ أطلق من منطقة حباب نتحول إلى موقع الموقع اخترنا منه عنوين متفرقة منها وزير الخارجي عبد الملك المخلافي يبحث مع نظيره السعودي مستجدات الأوضاع في اليمن وتسهيل دخول اليمنيين إلى المملكة إلى عنوان آخر طيران التحالف يشن سلسلة غارات على مواقع شرق العاصمة صنع إلى محافظة ذمار ميليشيا الحوثي تقتطف باحثين وموظفين في هيئة البحوث الزراعية في مدينة ذمار التطورات السياسية ركز الموقع على تفاصيل تصريحات وزير الصناعة والتجارة محمد السعدي بشأن استئناف المفاوضات ويقول الخبر كشف وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد السعدي عن تواجد وفد أممي فني حاليا في الرياض لإجراء مناقشات مع الحكومة بشأن استئناف المفاوضات على أن يصل المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى الرياض خلال الأيام الثلاثة المقبلة وقال الدكتور السعدي إن الحكومة مستعدة لاستئناف المفاوضات الأممية مع وفد الحوثيين وأتباع المخلوع الصالح إلى أنهم يعرقلون ذلك من خلال اشتراطهم وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي حوار أضاف الوزير السعدي الطرف الآخر لا يتفاعل مع الجانب السياسي ولا يستجيبون لدعوة الأمم المتحدة يريدون وقف إطلاق النار ثم بعد ذلك يبدأ الحوار حقائق الأمة تحت هذا العنوان كتب أحمد الشامي مقالا تحدث فيه عن حكم الأئمة بغطاء ديني بعد القضاء على مشروع الدولة والهوية الوطنية الجامعة لكل اليمنيين وقال الشامي الحوثيون أو حركة أنصار الله كما يسمون أنفسهم حركة دينية ذات تنظيم سياسي وعقائدي يسعون لاستبداد نظام الإمامة ويعتنقون أفكار عقائدية ولا يؤمنون بالدولة وبالنظام والقانون حركة الحوثي لم تخلق روح المساواة والحداثة والمواطنة والديمقراطية والتعايش والعدالة الاجتماعية تتميز الحركة بالراجعية والعنصرية فأتى بناء الهوية مشوها ومنشطرا لا يقوى على الصعود فضلا عن البقاء وهو ما قاد إلى فشل مشروع الدولة وذلك لأسباب أهمها المنشأ الأيدلوجي فكافة المحاولات البنيوية للهوية قامت على أساس رجعي عنصري على حساب استحقاق الدولة الوطنية معظم نخبة الآئمة كانت نخبة متخندقة أيدلوجيا على النقيض من المبادئ الوطنية في عمق ثقافتها وقرارها والأدهى أنها على صعيد الممارسة شكلت نخبوية جهوية لم تخرج عن إطار الهوية الفرعية الضيقة ولم تنجح في تأسيس هوية وطنية تجمع بين أصالة التكوين الذاتي لمكونات المجتمع وبين الانصهار في الجماعة السياسية الصراع الذي يدور اليوم هو صراع بين الهوية الوطنية وبين الهوية الزائفة هوية الظلم والطغيان والاستبداد فمن يعود إلى قراءة التاريخ سوف يدرك الكثير من الأمور والحقائق ليس في هذا الموضوع أي مبالغة أو تجوية أو كراهية لأحد بقدر ما هو كشف للمستور وإظهار الحقيقة الغامضة التي كانت ولا زالت مخيبة ومخفية لقرون من الزمن نقل موقع الصحوانت عن وزير الخارجي عبد الملك المخلافي يقول الموقف الدولي موحد بشأن اليمن وعلى الانقلابيين تنفيذ القرار 2216 كما نقل الموقع أيضا عن محافظة الزمار موعد تحرير مدريات محافظة الزمار بات قريبا إلى تفاصيل تصريحات نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح يقول قال نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح إن الاضطراب الأمني المفتعل لن يحيد تقدم الحكومة في السير نحو الأهداف الاستراتيجية للدولة وأضف بحاح خلال الاجتماع الذي عقده مع مسؤولين في السلطة المحلية في عدن الدولة ستتعامل مع هذه القوى المنحرفة بحزم وفق القانون مؤكدا على الدور الإيجابي للمقاومة الوطنية الرافض لكل أعمال التقطع والعنف وعدم الاستقرار الذي تنتهجه جماعة منحرفة تعتبر في نظر المجتمع والقانون ميليشيا بالمعنى الحقيقي نقل موقع التغيير نتا عن الرئيس هادي الذي أجرت معه مقابلة صحفية صحيفة عكاظ السعودية لو لا المملكة لأصبحت اليمن إيرانية وصالح نهب المليارات وسلم المدن للقاعدة إلى تطورات الأحداث في تعز مقتل طفل وإصابة آخرين في قصف مدفعي للميليشيا الإنقلابية على أحياء سكنية في تعز إلى عنوان آخر الميليشيا تواصل نهب المواطنين بحجة لدعم المجهود الحربي وركز الموقع على تفاصيل عملية اغتيال عضو في البرلمان بمحافظة الحديدة يقول الموقع قالت مصادر مطلعة أن مسلحين مجهولين قاموا باغتيال البرلماني اليمني مساء أمس الثلاثاء في مدينة زبيد بمحافظة الحديدة غرب البلاد وذكرت المصادر أن البرلماني عن مدرية التحيطة الشيخ عبدالله أهيف قتل على يد مسلحين يعتقد انتماؤهم للميليشيا الإنقلابية وبحسب المصادر فقد لاذى المسلحون بالفرار عقب اغتيالهم للبرلماني والجدير بالذكر أن ميليشيا الحوثي وصالحة الإنقلابية هي الطرف الوحيد الذي يسيطر على محافظة الحديدة نذهب إلى موقع مصدر أونلاين تصدرت واجهته الرئيسية العديد من الأخبار منها مقتل وجرح سبعة حوثيين في محيط بلدة كاريش في لحج إلى شرق البلاد التحالف العربي يقصف مغزنا للسلاح لتنظيم القاعدة في حضراموت نقل الموقع عن الرئيس هالي خلال لقائه بالسفير الأمريكي في اليمن ماثيو تالر نحن دعاة السلام لأننا معنيون بكافة الشعب اليمني نقرأ في تفاصيل خبر التطورات الميدانية في البيضاء عن سقوط قتلى وجرح من ميليشيا يقول الموقع قالت مصادر ميدانية بأن رجال المقاومة الشعبية شنوا عدة هجمات على مواقع لمسلح الجماعة الحوثي والقوات الموالية للصالح في محافظة البيضاء وسط البلاد ذكرت المصادر للمصدر أونلاين أن المقاومين نصبوا عدة كماء لمسلح الجماعة وأدى ذلك لمقتل وجرح العشرات منهم وأوضح المصدر بأن رجال المقاومة شنوا هجوما بقذائف الاربي جي على نقطة للحوثيين في منطقة ذيخير الواقعة بعد عفار طريق مأرب وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرح في صفوف الجماعة في ذات استياق نصب مقاومون في منطقة ذيناعم كمينا محكما لعربة الحوثيين وقوات صالح في الشارع العام بالرباط وتصدت المقاومة بمنطقة طياب ذيناعم لهجوم شنهم مسلح الجماعة وقالت مصادر قبلية عن مساع لوساطة قبلية يقودها زعماء قبائل وتقضي الوساطة بالسماح للحوثيين بسحب جثث قتلهم عن الناس والمدن تحت هذا العنوان كتب حسين الوادعي مقالا عن علاقة اليمني بالمنازل والشوارع قال فيه تبدو المدن اليمنية المعاصرة تجمعا عشوائيا من المحلات التجارية والمطاعم والشوارع الصغيرة وعندما تتأمل علاقة اليمنيين بمدنهم تحس أنها علاقة مؤقتة وأن المباني والشوارع والبيوت لا تبنى بغرض الاستقرار وإنما بهدف السكن المؤقت لتحقيق هدف قصير المدى ثم الرحيل إنها مدن البيع العاجل والمرور العاجل بلا أي بعد جمالي أو مساحات للترفيه والاسترخاء العجلة والفوضى في مدننا تجعلني أحس أننا كنا نبنيها بثقافة البدو الرحل الذين يبنون خيامهم على عجل في الصيف ليفككونها ويحملونها إلى مكان آخر في الشتاء مدننا مجرد شكل آخر من البداوة والترحال الحضري البيت اليمني مثلا يبنى كمساحة مؤقتة للأكل والنوم لا يوجد أي اعتبار لجماليات الاستقرار والحميمية أو مراعاة لعلاقات البيت مع الشمس والضوء والظل والبرد والحر وإذا كان البيت بالنسبة لليمني ملكية خاصة فإنه أيضا ملكية مؤقتة يبنيه على عجل وكأنه سيسكن فيه ليوم واحد ويمضي كأن البيت ليس أكثر من مساحة للاستار بين الشمس والبرد وعيون الآخرين لو انتقلنا من البيت إلى الشارع سنجده بالنسبة لليمني المعاصر مجرد مساحة للمرور العابر السريع فيمتلئ بالحفر والعربيات والسيارات الواقفة في المنتصف بل إن علاقة اليمني بالشارع مؤقتة ومتقلبة ولحظية فالشارع ليس ملكية عامة بالنسبة له بل ملكية خاصة له وحدة وملكية مؤقتة تنتهي بعد مروره من الشارع وتعود بعد عودته إليه المرة التالية لهذا يحب اليمني أن يكون الشارع خاليا وواسعا عندما يقود سيارته بسرعة لكنه إذا احتاج للتوقف عند محل ما فلا يرى مالعا في إيقاف سيارته وسط الشارع وتعطيله نستعرض من موقع يمن بونيتر أبرز ما نشره في صفحته الرئيسية عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين بقصف لمقاتلات التحالف غربية صنعاء ناقل الموقع عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان نريد وقف الحرب في اليمن وندعم الحوار الوطني ركز الموقع على خبر تفجير الميليشيا لعدد من منازل المواطنين في البيضاء وجاء في التفاصيل فجر مسلح الحوثي منزلين في محافظة البيضاء وسط اليمن التي يسيطرون على معظمها منذ أكثر من عام أوضح المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في البيضاء أن مسلحي الحوثي قاموا بتفجير منزلين في قرية حما سرار بقيفة رداع في المحافظة وأضف المركز إن هذه العملية جاءت بعد أن فجر الحوثيون في القرية نفسها منزلين آخرين دون ذكر تفاصيل إضافية حول ذلك مشاهدين بهذا نكون قد انتهينا من الصحافة اليمنية لليوم ونذهب إلى فاصل قصير نعود للصحافة العربية في أعدادها فابقوا معنا مرحبا مجددا نذهب الآن إلى الصحافة العربية والبداية من صحيفة عكاظ السعودية التي أرجت لقاءا مع الرئيس عبد الرب منصور هادي تحدث فيه عن آخر المجريات في الساحة اليمنية والإقليمية وقال الرئيس العقاب البريطانيون والفرنسيون هم من ضغطوا علينا كي يدخل الحوثي في الحوار مع أن الحوثي أصلاً لم يكن معترفاً بالمبادرة الخليجية ولا الحوار ولا الحوار وعندها قام علي عبد الله صالح وستة عشر عضواً من أعضاء مجلس الدواب بمراسلة إيران لكي تصلح بينه وبين الحوثي ويكون في صفه وهو كفيل بإفشال الحوار أضاف الرئيس اتضح أن علي عبد الله صالح يعمل من جانب والحوثي من جانب آخر وهدفهم أن لا ينجح الحوار بعدها اتخذت جملة من القرارات عبر تحريك القيادات العسكرية صنع نفسها مقسمة إلى مربعات نتقاتل ليلاً ونهاراً اتخذت قرارات في الوقت نفسه لاستعادة حالة الهوية يضيف هذه متحدثاً عن الفترة التي رافقت الحوار في حوالي الساعة العاشرة ليلاً دعوت سفراء دول الخليج وأمريكا وبريطانيا وقلت لهم غداً قبل حلول الساعة الرابعة لابد أن يصدر قرار من مجلس الأمن يؤيد قرارات الرئيس اليمني بشأن القوات المسلحة لأنه ليس لدي جيش ولا أمن وفي رده على سؤال كيف يتعامل مع الحركة الانفصالية في الجنوب قال الرئيس هادي هم يطالبون بأن يكون هناك انفصال مرتب والواقع يظهر أن هناك عملة واحدة موحدة وعلماً موحد ودولة واحدة لكن عندما تكون بالأقليم دولة اتحادية كونفدرالية سوف تنجح صحيفة العرب الجديد اهتمت بالعديد من الموضوعات اليمنية علقت تحذير أممي من التأخر بتمويل خطة استجابة لليمن وقالت التفاصيل حذر منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن من الإنعكاسات السلبية لعدم تمويل المجتمع الدولي بخطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2016 والتي حددت بـ 1.8 مليار دولار أمريكي قال المنسق في مؤتمر صحفي في حال عدم توفر الأموال اللازمة لتنويل خطة الاستجابة فإن الأوضاع على الأرض ستتجه إلى مزيد من السوء وتفاقم لمأساة اليمنيين موضحا أن الخطة ستساعد في إنقاذ أرواح 13.6 مليون يمني تضرر جراء النزاع والذي تشهده بلادهم وأشار المنسق الإنساني إلى أن نحو 75% من المبلغ المطلوب في خطة الاستجابة تمثل مساعدات حارجة لا تحتمل التأجيل مشيرا إلى الصعوبات التي تعيق العمل الإنساني داخل اليمن نتيجة الصراع الذي تشهده قال توجد مناطق يستحيل الدخول إليها نتيجة للصراع المحتدم بين الأطراف المتنازعة فيها لكن مؤخرا استطعنا فتح ثلاثة مكاتب ثلاثة مكاتب في مناطق لم يكن لنا فيها حضور إلى صحيفة قدس العربي تترقت إلى الوضع الصحي في اليمن وعنونت جنوب اليمن من لم تفتك به الحرب فتكت به حمانضنك تقول القدس لم يكد سكان المناطق المحررة من ميليشيات الحوثي يتنفسون الصعضاء حتى هاجم مرض حمانضنك الذي صار الرعب والهاجس المؤرق لحياة عشرات الآلاف من سكان محافظات عدن ولحش وأبيان وعن بداية ظهوره قالت الصحيفة إنه تزامن مع الحرب التي دامت أشهر في تلك المحافظات وتشير آخر الإحصائيات المسجلة لدى مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في العاصمة المؤقتة عدن إلى أن عدد الحالات المسجلة والمصابة بعدوى الضنك في محافظة عدن بلغت ثلاثة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعين حالة قضت منها ثمان وثمانون حالة قضت نحبها جراء هذا المرض تشير إحصاءات المؤسسات الصحية العامة أو الخاصة إلى أن الذكور في محافظة عدن كانوا الأكثر إصابة بالمرض بنسبة تسعة وخمسين في المئة حيث بلغ المصابون بالمرض الفين وثمانية عشر إصابة أما نسبة الإصابة بالمرض للإناث فقد بلغت واحدة وأربعين في المئة حيث وصل عدد الإصابات من النساء بمحافظة عدن في هذا المرض إلى ألف وثلاثمائة وسبعة وسبعين حالة تنقل الصحيفة عن الدكتور الخضر لسور مدير الصحة في عدن إن هناك خطة جاهزة لمحافظات إقليم عدن لو تم تطبيقها وتوفرت الظروف للقيام بها فإنها ستكون لها دور حاسم كبير في التقليل من الإصابة بهذه العدوى يشير المسؤول إلى أن العملية تحتاج إلى شراكة مجتمعية متمثلة بمكتب الصحة وصحة البيئة وسلطات المحلية في تلك المحافظات وبالمواطنين سواء من خلال الواعي والتثقيف أو بعمليات الرش للنواقل وإقامة دورات للعاملين الصحيين موجها الدعوة للمنظمات الصحية الدولية للمساهمة في كبح هذا المرض الذي تفش في المدينة من يبيع الأمل لهذا الشعب؟ تحت هذا العنوان كتب المغربي توفيق بوعشرين مقالا في العرب الجديد متحسرا على الحال الذي آلت إليه الدول العربية التي تواصل رفضها لمشروعات التحديث قال الكاتب عندما غاب الأمل حضر اليأس وعندما اختفى من يبيع الأمل جاء من يبيع الموت ولما فشلت النخب العربية في الدفاع عما يستحق الحياة على هذه الأرض جاء أبو بكر البغدادي يوشر بالموت على هذه الرقعة الجغرافية الغارقة في الاستبداد والفساد والعصبية والتخلف والتحلل والتعصب جميع الدول العربية مهددة بمآل الصومال حيث الدولة غائبة والفوضى تصنع كل يوم حكاما جددا على الأرض إنه شبح الدولة الفاشلة التي تعرف في أدبيات العلوم السياسية تصبح الدولة فاشلة إذا ظهر عليها عدد من الأعراض أولها أن تفقد السلطة القائمة قدرتها على السيطرة الفعلية على أراضيها أو أن تفقد احتكارها حق استخدام العنف المشروع في الأراضي التي تحكمها وثانيا فقدانها شرعية اتخاذ القرارات العامة وتنفيذها وثالثها عجزها عن توفير الحد المعقول من الخدمات العامة ورابعها عجزها عن التفاعل مع الدول الأخرى كعضو فاعل في الأسرة الدولية كم دولة عربية ينطبق عليها هذا التعريف؟ العراق والليبيا وسوريا واليمن ولبنان هذا مؤكد لكن هناك دول عربية أخرى مرشحة قريبا لدخول لائحة الدول الفاشلة مثل مصر والجزائر وموريثانيا وهناك دول أخرى ستلتحق بأخواتها حتما إذا عجزت عن مباشرة الإصلاحات الديمقراطية وعن بناء شرعية حديثة لنظم حكمها وإلى مصالحة تأريخية مع شعبها لا يمكن للعرب أن يظل استثناء من القاعدة ينسى الحكام العرب أن القرن الماضي وقبل أن تنطفئ أنواره سجل دخول 120 دولة من أصل 193 دولة مسجلة في الأمم المتحدة إلى نادي الديمقراطيات الحديثة بهذا الشكل أو ذاك وأن العرب هم الجنس الوحيد الذي بقيت دوله خارج هذا النادي إلى الآن مشاهدين إلى صحيفة الخليج والتي ركزت على تطورات المعارك قالت في أحد عنوينها الجوف محررة والتحالف يقصف الحثيين والقاعدة قالت الخليج أعلن الجيش الوطني اليمني استكمال تحرير محافظة الجوف من الإنقلابيين بعد تحرير لآخر معاقل ميليشيا الحثي والصالح في منطقتين سوق الإثنين والمتون في الجوف أكد العميد ناصر أحمد علي سفيان قائد المحور الثاني في جبهة الجوف أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من قوات التحالف العربي استكملت تحرير محافظة الجوف الحدودية المتخمة لصعد المعقل الرئيسي للحثيين عقب دحر الإنقلابيين من منطقتين سوق الإثنين والمتون آخر معاقلهما في المحافظة أشار إلى عملية تحرير منطقتين سوق الإثنين والمتون اشتركت فيها قوات الجيش ومجميع كبرى من المقاومة القبلية وأحيطت بدعم جوي مكثف من قوات التحالف العربي وتنقل الصحيفة عن شهود عيان تحليق مكثف لطائرات التحالف العربي شهد في فوق مدينة المكلة في حضرمود والتي يسيطر عليها تنظيم قاعدة قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العميد أحمد عسيري إن طائرات التحالف أغارت على مخازن أسلحة في حضرمود جنوبية اليمن مشيرا إلى أن الغارات استهدفت مخازنة كانت تحوى على أسلحة متوسطة وثقيلة تابعة لتنظيم أنصار الشريعة التابع لتنظيم القاعدة تابعت صحيفة البيان الإماراتية خبر انضمام قوات من اللواء 310 إلى جبهات القتال قالت الصحيفة نقلا عن مصادر في المقاومة الشعبية إن كتيبة من اللواء 310 وصلت إلى نهم والتحمت بقوات الجيش والمقاومة في جبهة القتال لتطهير ما تبقى من المديرية من ميليشيات الإنقلاب وبحسب المصادر فقد تزامن وصول هذه التعزيزات مع وصول أسلحة وعتاد عسكري حديث إلى نهم بينها راجمات صواريخ مدافع ذاتية الحركة وغيرها من الأسلحة الحديثة التي من شأنها حسم المعركة في نهم والتوجه لحسمها في صنع في موضوع متصل قالت البيان الميليشيا احتجزت عشرات المسافرين في مدينة رداع التابعة لمحافظة بيضاء وكانوا في طريقهم إلى مأرب بشكل تعسفي ويخشى أهالي المختطفين من تعمد لوضع أقربائهم كدروع بشرية لضربات التحالف أو التوجه بهم إلى جبهة القتال إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى الختام وهي مجموعة مميزة من رسوب الكاريكاتور مشاهدة ممتعة وحتى ألقاكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة